وممكن يزيد على ساعتي سعادة عندما ألتقي طبيباً متميزاً يهتم بالثقافة وبالنشر وده بتبقى بالنسبة لي حاجة رائعة وبعدين مش قلك بتعيد إلى ذهني دائماً أمجاد الأطباء المصريين الذين احترفوا الكتابة والنشر والترجمة والأدب وغيرها لا هي بتأكد لي على أنه الصورة لازلت مكتملة وأنه هذه السلسلة لم تنقطع على الإطلاق لأنه دي واحدة من القدرات العظيمة لمصر كما جارت العادة لا تنسى أنه حتى في مصر القديمة كان الكاتة أكان الطبيب أو المهندس دائماً كاتباً مفكراً خليني أرحب وبشدة بضيف العزيز دكتور أحمد سمير كاتباً ومترجماً ومدرساً بكلية الطب الأصر العيني منور أهلاً بحضرتك الدنيا منورة بحضرتك إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد يمكن هبدأ الأول بسؤال قد يطرحه الناس مسألة الثقافة العلمية الكتب اللي بتروج لمسألة أو تركرس وترسخ لفكرة الثقافة العلمية يعني إيه الثقافة العلمية؟ هو كان زمان العلم بسيط وسهل بمعنى أنه كان فيه اعتقاد عند الناس أن كل العلوم ممكن أي حد يقدر يوصل لها كلام ده كان زمان قوي بقى المشكلة دلوقتي أنه إحنا مع التقدم الكبير اللي حصل في العلوم أنه إحنا بتريدنا نخش بقى في تفاصيل صعبة وفي علوم صعب الإلمان بيها عند الناس كلها بس إحنا رأينا أن فيه حاجة مهمة أوي أو مش يعني الناس لقيت أن فيه حاجة مهمة أوي أنه لازم يبقى الناس عندها فكرة عامة أو أوفر فيو كده على كل حاجة كل واحد صحيح ممكن يبقى متقصص في مجاله بس في النهاية إحنا عايزين يبقى فيه فكرة عامة عن كل حاجة من هنا ابتدى مجموعة من العلماء برضو من زمان ينتبهوا للموضوع ده فيبتدوا يتوجهوا للعامة بالكتابات تحاول تبسط أهم المفاهيم العلمية اللي هم شغالين فيها ده لي أكتر من فايدة بقى أول فايدة ممكن هنتكلم على رجل الشارع يعني أنه الثقافة العلمية الرجل الشارع دي بتخليه طول الوقت يعني عنده فكرة عن اللي بيحصل عموما في العالم يعني فكرة واسعة حقيقية بعيدة بقى عن ممكن الدجل والخرافات والأفكار اللي هي مش حقيقية الحاجة التانية منهجات التفكير العلمي ودي برضو واحدة من الحاجات المهمة قوي إن أنا إزاي لما يبقى عندي مشكلة أبتدى أفكر فيها بشكل منهجي عشان أوصل في النهاية لحلول بعيدا برضو عن التفكير اللي هو ما بقاش ماشي بالشكل المنهجي ده دي ناحية في ناحية تانية ودي برضو ناحية مهمة قوي دي بقى تهم المتخصصين شوية إنه فكرة إن أنا ممكن أخد فكرة من مجال أنقلها المجال تاني ده بيحصل كتير قوي في مجالات للعلوم والفلسفات والحاجات دي إنه ممكن فكرة في حتة الفكرة دي تنور لي مثلا طريق معين أو فلسفة معينة أو حاجة زي كده فأنا أخدها أعمل لها تطبيق في حاجة تانية وممكن مجال تاني يبقى بعيد شوية ده بيفرق كتير قوي في تقدم العلوم عموما يعني عشان كده صعب قوي حد يقول مثلا أنا بتاق أحياء بس لأنه في النهاية هيستخدم حاجات من الفيزيا معايا صعب حد يقول لا أنا أنا بتاقف لا هيستخدم مثلا بتاقف الفيزيا يحتاجين رياضيات وهكذا يمكن أن تعرف أنا أتابع دايما نيل دي جراس تايسون أكيد جميل فكنت أشوف فيه المثل اللي أنت بتضربه دلوقتي العلاقة ما بين ميكانيكا الكام والفيزيا النظرية والثيولوجي علوم الأديان وهو عمل سلسلة كبيرة جدا على العلاقة ما بين الاتنين وما إلى ذلك ومن ساعة ما بدأت أتابعه كمقدم للبرنامج بعيدا عن كونه عالم مهم جدا في الدنيا بقعد أفكر وإحنا ليه ما عندناش برنامج زي كده اشتركوا في القناة لا σ